يترأس البابا فرانسيس القداس الإلهي في بازيليك القديس بوتروس في الفاتيكان وذلك لمناسبة اليوم العالمي الخامس للفقراء ويأتي تحت شعار الفقراء دائما معكم وذلك بمشاركة حوالي ألفي شخص وبحضور ممثلين عن مختلف جمعيات تطوع في روما ويأتي هذا اليوم لحث الكنيسة والمؤمنين على الخروج من بيئاتهم ليلتقوا مع الفقر الموجود في عالمنا المعاصر بأشكاله المتنوعة وليمدوا يدهم إلى جميع الأشخاص المحتاجين عام 2016 في اليوم الرابع عشر من تشرين الثاني أراد البابا فرانسيس تخصيص هذا اليوم لكي يحث الكنيسة على الخروج للقاء بالمحتاجين وأن تمد لهم يد العون شكرا